خطة واضحة للإفراج الجمركي بمنزلة رسالة استقرار وطمأنة للسوق هكذا جاءت أكيدات رئيس الوزراء في اجتماعاته لبدء ترتبات الخاصة بالإفراج عن كل السلع الموجودة في المواني اجتماعات مكثفة وتحرك فورية وفق ترتبات محددة للعمل على سرعة الإفراج عن جميع السلع خاصة السلع الغذائية مع اقتراب شهر رمضان الكريم وكل ما يخص مستلزمات الانتاج كما تعمل الحكومة من خلال أجهزتها كاف على توفير السلع المختلفة بالأسواق بهدف تحقيق توازن في الأسعار لتخفيف العبء عن المواطنين ولتنفيذ ذلك يتم تنصيق مع اتحاد الصناعات والغرف التجارية حيث تم الاتفاق على الأولوية لكل ما يخص الصناعات الغذائية حتى لا يشعر المواطن بأي أزمة وخلال اليومين الماضيين أفرجت الحكومة عن سلع غذائية من الزيوت والبقليات ولحوم وأعلاف بقيمة 300 مليون دولار كما تم الإفراج منذ الأول من ديسمبر عن بضائع في المواني بقيمة تبلغ 5 مليارات دولار وذلك من بضائع تقدر قيمتها بنحو 14 ملياراً ونصف المليار دولار تراكمت بالمواني منذ بدء أزمة البضائع الحكومة بتعاون مع القطاع المصرفي وضعت خطة للإفراج عن البضائع المتبقية خلال الفترة المقبلة حيث تستهدف الإفراج عن بضائع بنحو 4 مليارات دولار خلال الأيام القليلة المقبلة والإفراج عن بضائع بنحو 4 مليارات ونصف المليار خلال الأشهر الثلاثة المقبلة تتزامن تلك الإجراءات مع أخرى مماثلة لضبط الأسواق ومراقبتها ومتابعة أداء تجار فضلاً عن الحملات التموينية لمواجهة تلاعب فيها وذلك كله لحماية المواطن من استغلال التجار وتوفير السلع الأساسية له